جالي سؤال في حلقة من ضمن الحلقات الأخيرة والسؤال كان صعب جدا وحسيت إنه فعلا فعلا هطلوه وقدي إيه هو بالرغم قوي ومحرج بس والله عشانكم وعشان إن شاء الله ربنا يعمر بيوتكم دايما قلت يا رضو لا يازم تعمليهم الحلقة دي هناخد كده زي ما يقوله حبيتين شجاعة ونقول باسم الله ونعملها إزاي توصني لزوجك إن أنت عايزة معاه علاقة طبعا دي حاجة جدا قصية وقوم لتبان تخض كده بس في ستات طلب وصالب في تعليقات وعندهم حق إن دي حينب مهارة لازم تتعلمها طبعا الزوجة يعني وصعب إنك هتتعلمها إزاي فعشان كده النهاردة أنا جمعت لكم فعلا طرق زكية جدا وحاجات حقيقي إن شاء الله على آخر الحلقة هتبقي عارفة إزاي بكل حسب الوضع اللي انت فيه وحسب نفسيته تعملي معاه الموضوع ده بطريقة زكية جدا بس قبل كل حاجة لو أنتم مش مشتركين في القناة ياريت نشترك نفعل زر الجرس ونعمل لايك للبيديو ده طيب قبل ما نخلش في الموضوع حب أنوه وأأكد إن دي بيبقى كلام عام يعني ده كلام عام بناسب أغلب الستات ولكن يظل من 10% بيقوا حالات خاصة يعني جوزها شخصيتهم مختلفة ظروف مخاصة عاشين في بلد أجنبية مختلفة فاليوم محتاجين توصيات شوية مش شبه اللي بقولها بشكل عام عشان كده ده بيبقى أفضل حاجة اليوم الاستشارات الخاصة معايا بتبقى موجودة دايما تقدر تحجزوها من خلال زوم وموجود الموقع في أول تعليق وفي صندوق الوصف في انتزاقكم طيب أول طريقة ومن أكتر الطرق الذكية اللي ممكن توصلي الوزيك بيها إن انت يعني عارفين حاسين عرف أغنية مشتاقة عارفين أغنية اسمها مشتاقة وإن غنوبة فرقة كانت قديمة كده كانت عسولة جدا يعني اللي هي بتقوله أخبار ايه حميبي يا حاجة شبه كده انت عالي توصلي له إن انت يعني حبة حاجة طبعا في أول طريقة كلاسيكية دي كل الستات بتتبعها ودي الكلاسيكو اللي هو متمع في كل حاجات وانا أسفل يقولها يعني بتبقى في ما شاهد في الأفلام يعني في الأفلام مثلا العربي في الأفلام كذا طبعا بشاء الله السيكوفة جميلة بدي ان احنا تعلمناها في الأفلام العربي ايه بقى اللي هي مثلا يعني ان هي تبقى لبسة لبسة يا دولي على حاجة اللونجوري مثلا مع شكل فستات رغم لان ضد الموضوع ده يعني أنا بقى قول مثلا لا أنا مفروض دايما في الليباس النوم الليباس النوم ده بفكر يكون عميس نوم لونجوري كذا كذا وانت كل يوم تنبسي اللونجوري مش عشان حاجة عشان هو جامب نايم جامب ست يعني ده ده شعور حانو لكن تضربينه بجامة وفيه ونخميس بيلزي بقى ميس نوم دي حال غريبة جدا يعني لان في متعة غير اللي الراجل يعني يعقل بالعلاقة ان نايم جامب بيسة جميلة بتقليبي كده تتقليبي كده خلي لفسك يساعدك بقى كل تقليبة بقى ميس نوم غير خالص تقليبة بجامحة تويتي بعدين تويتي يبقى عمله كده طريق كبير ايه فعشان كده انا شايفة الستي لازم وهي نايمة تلبس لبس جميل ده يعني ده اكتر ما يعني اعفوا برضو نفس الافلام نايمة كان يجيبوا ايه الشغلة وهي نايمة فراجي سدها معدة فشابها وهي نايمة فالفتح جيت كده فهو نهار طب ما ده اعمليه ده المشهن ده يعني ايجي بالصدفة ايجي بالصدفة وكده فانا مش مع ربط ده بدا بس يا ظل ان هو لو فاجي على ايه كغيرتي وجيتي وزبطتي حالك كده دي رسالة قوية وصريحة بس في بعض الرجال زي بوتيكستات اللي هي بقى ايه هايستاندر هي كده طول الوقت اصلا فمش بطلقيت اول بس دي طريقة كلاسيكية انك تلبسي ووضيفي بقى عليها ان يكون مثلا في عطر معين او عطور يعني انك ما يفعش كل عطور يكي تبقى بطول الوقت مترشيها كده في كل الوقت مثلا ان عروسة ضربت خمس عطور في بنات مرتك همش ترش كل حاجة في كل وقت ده الصباح نام زي انت الفنانة في العطور اولا انت حتى في الاول ممكن لان عرفوا ان بقى العروسة اصلا بقى سوق ليل ونار ونار وليل يعملوا مثلا عادي ممكن يعملوا الصبح يعملوا بالنيل يعملوا عروسة فما بيبقاش مصطبط قوي العلاقة بالليل مثلا تمام فهي ممكن تكون بطولش كل حاجة بس دايما ان الرجل بيعلق علاعة يعني هتلاقي دايما جوزك ممكن في عطر معين يعني علاق عليه يقولك الريحة الحلوة دي هتفهم ان تجدت مثلا خمس عطور تمام فالعطر اللي هو هيقولك الريحة الحلوة دي او تحس انه هو فعلا في عطور بتخلي الرجل رغبته تعلى فعلا وعلى فكرة مش قاعدة يعني طبعا في عطور فيها ترمونات وكده بس في رجالة كل رجل روفي اللي ثقافة يعني في رجالة مثلا تغرب قدام بالعطور اللي عربي لأ فيه يحب رحة الورد فيه بيحبه الشجري اللي قلب على سكر فبغض النزل جوزك والاني نوع بس فيه طبعا حاجات كلاسيكية يعني الشجري معروف انه مغري جدا مش عارفة ايه ايه نجيل ديك تفاعله مع العطر فالعطر اللي خلاص جوزك هيقولك هيعمل معا كده زي ما قلو كليك هتعرفه ان العطر ده بالنسبة بجوزك جاز ديه يبقى العطر ده هتنبطيه بالعلاقة يبقى ده دايما هتوشيه في العلاقة فبعد كده ديه تبقى رسالة غير مباشرة تيش تيش يبقى ايه يبقى انا بقول ان انا عايزة طب هو انا ما ينفعش اروح اقوله كده دايريكت انا حبى علاقة ينفع طبعا بس هتقوليها ازاي حاببتيه ما هديها هتقولنا برضو في النقط جاية هتقوليها بالطريقة عاملة ازاي بس طبعا الراجع بما انه صياد وبيحب يبقى قيادي وبيحب يبقى مبادر هو بيحب اللي براته وتحسسه اللي هي رغبة فيه بس بيحب بيحس الرسالة شتوية غير مباشرة وحيانا طبعا لانك بس مش بتيجي كده مش بتيجي بص انا دلوقتي شافعي انا عايزة دلوقتي هتقولي له كده بجابت يعني هتقولي لغالها بص على الجاد محروع عايز علاقة ده 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 جلد هتلاقي الراجع يخض لان لأسف الموضوع ده مرتبط مع الراجع في موت يعني هو لازم يبقى اغرى اغرى او يغرى فهو ازاي في رجالة واصلا مرحبا مجرد تتقاني الكلمة او هي تقوله كده هو ده بيغريب استداد انتي يعاني ده انتي هنفا قاعد ولا ايه يعني انتي معنا كده يعاني الرنجل ايه يعني اما هو عنده ما شاء الله قدرة مثلا عني او شي او انتي رويبة يعاني فبس لا بس في الاغلب الرجال اللي اللي مخش في موت فستكتي بس تغرمه او انا ببقى عايزة مجوز العلاقة وهو مش مش بيع طيب انتي عملت ايه عشان هو يعوز العلاقة يعني ماذا فعلت تتلقى بالجلبية عادي ونمش عرها مخلصة الاكل وياسور يعني ما اعتبره انه زي ما هو بشك كبير شي انا عايزة كده دلوقتي مثلا كافئيني فالهو انتي يعني ما هو في يعني زي حاجات كده بتشغل الراجل فانتي لازم طبعا انا انا مش عارفة كبيركو ازاي هي الطرق اللي تنته تمام بس انا هقولي الطرق ان هي يعني هحاول يعني ان جاي بقى دلوقتي زائد 88 اللي جاي دلوقتي شوية معلش كلام صعب شوية فعارفة كوكم يعني اللي مش هتتجاوز قريب يعني مش ملاش لازم ماشي لان هي ممكن تخليك تفكري وكده ويعني فانتي احتسب من الله وبتعالي الحلقة حاببتي لما ان شاء الله تتخم بي وانا تبقى قربت على الفرح كمان قبل الفرح بيومي اخرك معي بالنسبة للمتزوجات اللي يركزوا معي لانهم احنا محتاجين الحاجات دي في ظل الهمين والمصائب اللي في حياتنا فقالتوا محتاجين الجرعات دي عشان ايه خلص يا رجال الوحدة اصلا بقيتش قادرة تعمل حاجة وطبعا انا ده هقول بشكل دي يعني زي ما قولوا ايه محتاجش بشوية بسرعة لكن طبعا في تفاصيل سواء بتبقى في الاستشارات او ان شاء الله فيه كورسات خاصة بقى للمتزوجات الوقت بس قريبا بس حاليا بقيتنا ساعات نعم زي كورس وان تو وان من خلال الاستشارات طيب طبعا في حاجات اساسية الكلاسيكو بتاع البشر كلهم برضو من الافلام العرب تفش هادية تشوفين انا شوف الافلام العرب ده كده مفترة معي لا لا ما تشوفيش طبعا انا بهذر اذا كنت شفتي هالفتك لكن لا شفتيش ما تشوفيش طبعا المهم يعني من اكتر الحاجات الكلاسيكو اللي برضو بت كده وطبعا دي بتبقى جامدة جدا خصوصا انك متوريش لزوجك ان انت اصدق خليلي بقى الراجل بقى بيحبي يحبي يحبي يبقى مبادر يعني الراجل بتكسريش بقى فيه مهم دوع بقى يعني انت ايه حسسين انه هو كده بقى انت هو انت للسبب ليه هو بيحب كده هما فيهم حتى كده ايه بيحبي يبقى هو مبادر وفي نفس ايه مش مباد ايه بقى ان انت تفتعلي اوكي ان في حاجة وقت عالقرض بجي ميها قال بتتفتعلي ان انت وطيتي وطبعا يكون اللبس مساعدك طبعا على اسفة يعني انك تزهري المناطق الانثوية بشكل او افن طبعا مغري جدا من الراجل وحاول تتفنني في ابراز امكانياتك لو ايه لا بخدش باري تعودي بقى تعودي تدوري تتقليب البيت ما هو انت معي عايزة ياخد بانه وانت وش اطرتك بقى لأ دي طبعا ممكن رجالة تثبت معان في رجالة ما بياخدوش بالهم برضو اه ممكن انت هزاري تقولي بقى تعال تدور معنا وتدربي ضحكة خليعة تعال ادور معايا وتدربي ضحكة خليعة هو هاي الفنفور اه دي برضو من ضمن الحاجات اللي يرتلو ادم مخافي بصي 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 الحياة بقى صعبة جدا ده الفنفور المتخلق ايه لاني كل مرة تروحي تقولي له انا خلصت نايمتي الولاد يالله تعال انا اعود شوية مع بعض وقتنا خاص الراجئ حيوزعق ما بيحبوش اينا ما بيحبوش هو انا موريه بيروح يشوفو عاغازت تانية ويشوفو رقصات ويشوفو زب ليه ما بيحبوش كبه هو الراجئ اللي يحب بيحس انه هو اه اه اتضحك عليه ما اخو تعبات تعملو ايه فرق يا حيبا انت اعملو بقى الدور رخيص ده ما انت قصي انت بصي انت لما عمقتيش الدور رخيص ده للاسف هم بيدورو عامقص في احدة تانية هي فطرة هي فطرة يا ردو ما ديش حاجة ورينة غير من ده 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 بنتي بساتي اتدوستي وعاتي معاني بكوتي عاتي بقى بيت اغلب ولا بتاع ولا كنت تتبنيتي اطفال لا هو ما يعرفوش غير الموضوع ده هو ده بالنسبة لزي الاكل والشوف كده فقيته انت مش وراتي يعني انت وراتي حابات تانية بس ده من ضن ايه يعني اعتباري لهوة حلال يعني اقولك يعني يعني اولا وراح ديسكو تمام اعتباري لهوة حلال اوكي ده اللهوة الحلال تمام يعني ارجع انا عرفك انا مبغزر شوفانا اللعوة الحلال مش فاكرة كيكتبوا كده ما هو اللعوة الحلال حتلاقي اني من ضمنها مش عارف اللعبة مع الاحصان ولا ايه ولا ولا الاطفال والزوج شوف استعب بانت اللعوة حلال المهم هبنرجع تاني دي طريقة الطريقة التانية برضو من اكتر برضو ليل اشارات كده انك تقولي له دي بقى بس انا محبهاش بس اكتر جدا امان سايباي انا يعني هي هي كلاستيكية بس دي مش حلوة انا اقوليك تعبينيه بشركة اكتر زي انا ومثال تالي جوزك داخلي استحمف طريقة ايه طبعا استبتوا ليه خلط المجرسين تستحمح عشان يبقى مرة واحدة يالا هوي يالا هوي يالا هوي التوفير تحس انت في جماعيه تعونيه وعش جد لأ تعمليش كده عايزة تربطي الموضوع يعني استنى اوكي عشان احنا هنستعط ويالو ايه استنى انا هاجي ايه مسلا ايه هاجي معاك الحميم هاجي حميم ايه بتاع بقى كده حاجة وركنه فجأة يعني ايه فقط ادي حسسين فيه فيه تمام بس طبعا تختاري الوقت الكويس يعني ممكن كل راجل بيستحمح عشان راح الشو بنتشايد فعلا تكوني بارتو متفهمة الوقت اوكي بارتو من ضمن الحاجات اني تكوني رحتك حلوة جدا ومضيفة جدا وكزا وتقولي له انا ظهري وجعني واعملي مساح طبعا مفيش راجل بيتم المهمة دي يعني الراجل افشن واحد يعمليك مساج وفيش راجل بيعملها مساج وبالزبط بيعد ديتين والموضوع بيديه بحتة دانية فطبعا المساج من الزوج مع عروف انه بيبقى من المؤديات لهذا الشيء برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمليها او بتبقى دي كبار بقى يعني خلص دخلتوا على ان ايه خمستين ستين فانتو حاجات العادية مش هتجيب معاكي مش هتتستخدم الجسم والكلام ده انك تعودي تتكلموا بقى ايه في ذكرات فرحكو اول مرة تعود تتكلموا في الموضوع ده وتتحكي بس توينت بتعمل الحوار ده طبعا تتكلموا هتخبرها نص كلام كده تفكرة ايه يعني فاكرة هتحكي بس على المشاهد المعلنة لا انت تحكي على ما بعد الفرح مش في الفرح اكي في النص بقى انت ايه طبعا انك تكون بسا ناين مع كتفو اه ناين مفحوضنه فيعني تطوري الموضوع بقى انت بداي بقى ايه تطوري طبعا مضمن الحاجات الرهيبة ان هو ايه الانان ايه احنا هي النظرية سمع نظرية الاوتوبيس حشرة الاوتوبيس دايما انت تحسسي ان البيت ده جد تروحي تيجي انت بقى وان ربنا يكلمك بي ايه طبعا تكوني مساعدة نفسك باللبس وكده وتخبطي في حاجات معينة وفي جسمك يعني تمام طبعا دي من اكدر حاجات اللي هو ايه التحرش الحلال برضو يعني زي الله والحلال ده التحرش الحلال اه انا عاسفة انا بحاول قدر ايه كاني نقول لكم التريك بس بس بسرعة ويعني في بيح يفوض على الاطار العين بس هو ايه الحاجات دي مفعاش اطار العين يعني هو انا بتكلم تتعملي كده ازاي مع جوزك فالتي بتخيلين احنا فين بس والله العظيم لانه الستات وصل مرحلة تريدون جنيه اكروبية وانات اشتاك وقال لي الميزة افاعلية افترض وفعنا ببقى مش عارفة اقول لها ايه ما هو ما عايز اقول لها ان هو مش هيقرب كده هو مش هيقرب كده خالص انتي محتاجة هو بيحبه الاسليب الدنيئة هو دنيئة هي حاجات دنيئة وهو بيحبه كده اهم ما ما بيستفتع طبعا ضمن الحاجات الليك تكلمي في الموضوع بكل اشكال والويلو قلت ربطي ايه شفت واحدة ست بش عفاق سبك اعمل زقهم فيش ست ولا حاجة عفاق شو ما يبقاش في حرمانية انتي بتهبلي الستة دي تشفتها بخيالي مش عبس بايش بتكتبي اوكي عالية تمكن مكوش عنك اميكانيات بس وصفك للاشياء اللي يسروا الجلب بتصار جدا بالفكرة دي ان هو يحس ان انتي كاست حابة تحكيله على حاجات ومش عفا ايه بيحبه الوما الفكرة دي ودي من الحاجات اللي على فكرة بنيخش بسببه دلوقتي انه هو واقع وحابات لايف وكزا كانت قوليله انتي قوليله يعني في الحالة دي ما يكون لها اختراعاتك احسن ما يشوف بدل ما يتفرجوا على افلام كده انتي بقى يحكيله بالحكي بس كده او كده او ترسميله كاركاترات طمام بيحبه امه جدا حاجلهم جدا رضيك اصلا يعني بيصار جدا من الصوت الست وبكزا طبعا بقى عاليك بقى والاصوات ومش عارق انت تبقى ايه تعملي حاجة اصلا عادية جدا تبقى برطمان بس تبقى ايه تعملي اصوات اكيد البرطمان اللي عورك وتعملي ايه صوت كده مش مزبوط وتناديق وتعالى شوف وتعالى لحقني وخلني عن المستشفى برضو دي من الحركات فعلا بصلا مش يعني حاسة موضوع دخ في حتة مش كده والله اصلا من بلناك كلام ده للزوجات لازواجهم وكي وحزبون الله ونعمل وكي في اي حد مش بالقطار ده بي 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 شوف لانو لا لا يبز انا نيتي كده تمام فعشان ايه نبرق زمتنا امام ربنا كل دي كل دي هل في ستات ما بتعرف كده او والله ما فيه كتير في كتير بالنعنك بقى يعني عمش حعرف اكمل اكتر من كده ان شاء الله نبقى في كورساتنا وفي استشارات الخاصة هقولي حادقة اتقل كمان بس آآ 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 انتي محتاجة انتي خالص بقى احترامي وكبريائي واختراعي وهي الحاجات دي ما بتطلق هو الراجل يمكن يقولها دايريكت لانو ما راجل يعني هو بنسبة لموضوع مادي شوان وبعدين انتي تقولي له ايه انتي هزاري يعني هو لو بازك بيقولها بطريقة وكده هزاري يعني كنت مش عارفة ايه طب ما انت كنت ممكن تجيت كزا تطبعك مرة اف مرة هيبدأ يرهم انتي عايزة حاجات وانتي تدليه تقولي له مثلا ايه انا بحب كزا مثلا ايه اعمل كزا ايه ايه كل مرة مش كل مرة واحدة حاسس شوش انه هو الراجل جاي من ورا جاموس لأ انتي كل مرة تلفتي نظره ان التب جديدة فيك حاجة جديدة فيك مش عيب قبل له كزا او عملي عايزة عملي انتي يعني اللي هو منتي وكنتش تارال فيه بس ايه دا ايه دا كزا دا بسطني او فتطوري العلاقة الكلمة دي حلوق او تم ماشي ابدأ عيدي ابدأ عيدي بس بس سنتي ما تقوليش وتتفعليش وتعمليش مش هيزبط مش هتغلو بالعلاقة العلاقة الزوجية اللي ممكن يخليها تكسب عن اي مغراب تانية سواء بقى للأسف حاجات حرام او علاقة تانية او حتى زوج تاني انه هو يحس انه لأ تمانا شبعاية تماما ويعني دي من اسباب يعني خلنا نكون واضحين يعني مش تقولي الاسباب طوال فيه اسباب كتير جدا يعني مش بقوليني كل الاسباب انه مثلا راجل يكون لها بقى باي شكل الاخر برا لزوج انه يكون تأثير فيه لا بالعكس فيه واحد بيقصد كمان هو شهواني او كمان يدورده قيسة وكزا وعايز كمان تمام بس بس فيه نسبة لتتكد تكون سبعين في المية لا ثباب الاساسي خصوصا في اللي هو المراقة المتأخرة او في سن الاربعين اولا من الولاد اللي كبروا شوية كزا فبقاش لي بقى لي حاجة حتى لما هي تبقى ليها نفس ما تبقاش هيستعمل اي حاجة فطبعا هو بيقفل ويكي بتقفلي والموضوع بيقفل خالص وبنشوف لنا مكان جديد او بشوفة جديدة طبعا في حاجات اكتر ما عنديش عزلوني مش هقدر اقول اكتر من كده اكتبولي تحت فتعليات رأيكم بحلقات جريئة زي كده اي رأيكم ممكن نعمل تاني ان شاء الله ودعواتكم دعواتكم بقى بستطر كده لان انا بصراحة ايه يعني نفسيا برضو ايه يعني راسبنا عني رسول الله ربنا عني البنيتي ودعواتكم دايما بالخير والتوفيق واشوفكم على خير ان شاء الله مع السلامة